هل يتحول من صديق لبوتين الى متهم بالخيانة العظمى؟ على الاقل هذا ما تشير اليه وثائق كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست الامريكية في تحقيق حصري التقرير يشير الى ان يفغيني بروغوجين زعيم مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية اعرض على الاستخبارات العسكرية الاوكرانية الكشف عن مواقع للجيش الروسي لمهاجمته وذلك مقابل انسحاب القوات الاوكرانية من باغموت والسبب حسب التقرير هو محاولة منه لتخفيف الضغط عن مقاتليه الذين تكبدوا خسائر فادحة في تلك المدينة الوثائق التي يتحدث عنها التقرير تذهب الى ما هو ابعد من ذلك فوفق هذه الوثائق نصح زعيم فاغنر المخابرات الاوكرانية بضرورة شن هجوم على القوات الروسية على حدود شبه جزيرة القرن لكونها تعاني من نقص في الذخيرة وانخفاض الروح المعنوية في القتال مسؤولون امريكيون واوكرانيون تحدثوا عن تواصل زعيم فاغنر مع المخابرات الاوكرانية التي رفضت التعاطي معه حسب التقرير لكونها لا تثق بنواياه الحقيقية بل ان الرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي نفأي تواصل مباشر مع زعيم فاغنر الا انه ترك الباب مفتوحا للتأويل عندما قال ان ذلك يبقى متروكا للمخابرات الاوكرانية هل حاول زعيم فاغنر خديعة الاوكرانيين ام انه كتب نهايته العسكرية فعلا لدى الكريملين اشتركوا في القناة